من جنين ينضم إلينا مرسلنا عميد شحاد عميد صباح الخير أجمل لنا التطورات الميدانية حملة المدهمات والاعتقالات والحصيلة في الضفة الغربية سونيا نبدأ من جنين التي شهدت خلال ساعات الليل اقتحام لبلدة يعبد غرب مدينة جنين وإصابة طفل عمره 15 عاما برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي اقتحم هذه البلدة بعد ذلك انطلقت مسيرة شاركة بها المئات منددة بجرائم جيش الاحتلال الإسرائيلي واقتحاماته المستمرة لبلدة يعبد غرب مدينة جنين وآخرها كان إصابة هذا الطفل وقبله اغتالت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابا قبل يومين في هذه البلدة خرجت مسيرة بمئات المواطنين منددة بجرائم جيش الاحتلال الإسرائيلي سواء في الضفة الغربية أو في قطع غزة في جنين ايضا اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية بيت قاد شرق مدينة جنين واعتقلت شابا كما اقتحمت قرية الجلمة شمال مدينة جنين قبل أن تنسحب من هذه المناطق في نابلس ايضا شمال الضفة الغربية شهدت هذه المدينة اقتحاما لأدة أحياء داخل هذه المدينة تحديدا حي رفيديا والبلدة القديمة في مدينة نابلس عشرات الآليات العسكرية الإسرائيلية اقتحمت البلدة واندلعت مواجهات دون التبليغ عن إصابات ثم مع ساعات الصباح انسحبت قوات الاحتلال من هذه المدينة في رامالله كان هناك اقتحام واسع خلال ساعات الفجر أصيب خلاله شاب فرسطيني بجروح حرج جراء اطلاق قناص إسرائيلي النار عليه وهو على سطح منزله وتم نقله إلى مجمع رامالله الطبي قوات الاحتلال اقتحمت مدينة رامالله وتحديدا حي عين مصباح والبلدة القديمة في مدينة رامالله وكذلك شارع الإرسال واعتقلت أسيرة محررة وهي طالبة جامعية كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي في رامالله عدة قرى غرب مدينة رامالله من بينها دير بزيع وكفر نعمة وكذلك بدلت بيرزيت مواجهات دلعت داخل رامالله خلال اقتحام قوات الاحتلال لهذه المدينة لاعتقال لهذه الطالبة وهي ليان كايد أسيرة سابقة في سجون جيش الاحتلال الإسرائيلي والمصاب الذي تم نقله إلى مجمع رامالله الطبي هو في حالة حرجة جدا نتيجة لإصابته بالرصاص الحي في رأسه هناك أيضا كانت اقتحامات تحديدا لمنطقة الخليل قرية بيت أمر شمال الخليل قوات الاحتلال اقتحمت هذه القرية مرتين مرة خلال ساعات الليل ومرة ثانية خلال ساعات الفجر واندلعت مواجهات واعتقلت قوات الاحتلال شابا من بيت أمر شمال الخليل ثم بعد ذلك اقتحمت بلدة يطا جنوب الخليل واعتقلت شابا من هناك وأفادت تواقم الهلال الأحمر بأن شابا آخر أصيب برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من قرية بيت عينون شمال مدينة الخليل إذن ثلاثة إصابات خلال ساعات الليل والفجر إصابة في بيت عينون شمال الخليل إصابة حرجة جدا في مدينة رامالله خلال اقتحام المدينة فجر هذا اليوم وإصابة طفل في يعبد غرب مدينة جنين خلال اقتحام هذه البلدة شكرا جزيلا لك عميد شحادة مراسل العربي كنت معنا من جينين شكرا عميد شكرا جزيلا لك عميد